ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المنطظة الصينية الذي عابر فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تقرير للوكالات الدفاعية والمخابرات الأمريكية نقلت أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطظة كان يهدف إلى التجسس وليس لمراقبة الأحوال الجوية كما قالت بكين إلى الواجهة من جديد أعادت أزمة المنطظة الصينية الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة وأسقطته الولايات المتحدة مطلع العام الجاري الجديد أن منطظة التجسس الصينية استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية بحسب صحيفة وول ستريت ووفقاً لمسؤولين أمريكيين فإن تحليلاً أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية خالص إلى أن المنطظة كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب معدات صينية متخصصة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع المعلومات الأخرى ونقلها إلى الصين تقرير الوكالات الدفاعية والمخابراتية الأمريكية أضف أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطظة كان يهدف إلى التجسس لا إلى مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين لكن وول ستريت قالت إن المنطظة لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمر السمانية أيام وعبر فيها فوق ألسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى